جهود كبيرة تبذلها مؤسسات محلية بمديرية القطن بمحافظة حضرموت في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج نجاح الذي يستهدف أكثر من 25 متدربا ومتدربا من الشباب في مجالات عديدة يهدف إلى أحداث نقلة نوعية للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج وجدنا تجاوب كبير جدا من هؤلاء المتدربين وأقبالهم على هذه الحرفة أو المهنة بإخلاص ليكسبوا حرفة وبالتالي تساعدهم على الحصول على فرصة عمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة انخرط الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج نجاح في دورات صيانة الجوال والكوافير والتنديدات الكهربائية فيصل مكنه البرنامج من تحقيق طموحه من أجل الانخراط في سوق العمل من خلال الانضمام إلى دورة قسم صيانة الجوال إلى جانب زملائه الذين تلقوا فيها تطبيقات عملية مكثفة يمنح البرنامج المستهدفين امتلاك مشاريعهم الخاصة من خلال قرضهم أموالا ومنحهم الأدوات اللازمة للبدء في العمل للانخراط بالسوق وكسب لقمة العيش الكريمة والقضايا على الفراغ والبطالة حداد مسعد قناة بالقيس مديرية القطن حضر موت